مثلك سؤال باسم يعني لامين يامال اختراع اختراع يعني كلنا شوفنا كان بالنسبة لنا الايدل اللي بنتكلم عنه دايما ميسي ورونالدو ميسي ورونالدو الاثنين في سن لامين يامال ما كانوش كده ما كانوش كده في ناحية الشخصية في ناحية انهم قدرين يشيلوا منتخب وفريق هم اللي شايلينه يعني ميسي وقت مظاهر وعنده 16 سنة ونصه بعدين 17 سنة كان فريقه في رونالدينيو وإيتو تشافي إنيستا بويول رونالدو لما ظهر في منشستر يونايتد أول ما ظهر كان بويس كولز وفانستر رويجز وريو فردناند وجيجز وكل دول لامين يامال طالع في وقت ممكن نسميه عصر دمحلال برشلونة الفريق لسه في أزمة اقتصادية رهيبة مش عارف ينافس فيطلع لامين يامال وعنده 16 سنة ونص فاجأة إليه نفسه إن أنا مطالب إن أنا أشيل برشلونة مش إن أنا أقدم مستوى كويس أنا مفروض أنا أشيل برشلونة يروح بعديها اليورو ورايح مع منتخب إسبانيا اللي هو المنتخب معدل أعماره كله صغير خط لجوم لامين يامال ونيكو ويليامز وداني أولمو 16 سنة و22 سنة و23 سنة فجأة لامين يامال هو نجم البطولة لامين يامال أكتر لعب بيصنع أهدف في البطولة بيساهم مع منتخب أسبانيا بخمس إسهمات أربع أسستات وهدف لعيب بشخصية مش خايف من حاجة خالص ولما نيجي نبص حتى على لامين يامال هنحس أنه بدأ يعمل نفسه تريد مارك وعنده 17 سنة يعني بدأ يعمل لنفسه شكل وهوية لأسلوب لعبه وتزديداته ومن هو عنده لسه 17 سنة خلينا نيجي هنا للقطة دي نتبين أن لامين يامال لسه عنده انتماء للمغرب كان فيه تصريحات لامين يامال قبل بداية البطولة أن منتخب المغرب حاول فعلا أنه يخليه مسل لمنتخب المغربي وليد ريكراكو تواصل معه والاتحاد المغربي تواصل معه الفيديو ده شوية هيقول أنه كان بيجذب شوية وهو اختار في الأخير المصلحة ده فيديو اللامين يامال بعدما المغرب فازت على أسبانيا في كاس عالم 2022 في قطر وهو بيحفل زي ما بيقولوا يعني على لعيبة منتخب إسبانيا اللي معاه تحت 17 سنة بيحفل علوم بتشيرت منتخب المغرب وأنه احنا كسبناكو يعني لأنه طبعا من أصول مغربية والده مغربي وكان فيه محاولات كسيفة جدا من منتخب المغرب أنه يضمه لكن في نهاية هو اختار اللي شايفه مصلحة أنه يمثل منتخب أسبانيا